ملف الأجور الحقيقة أنت بذلتم جهد خاص في الموضوع ده تحديداً شهرين ثلاثة اللي فاتوا وصلتوا لإيه فيما يتعلق بملف الأجور شوفوا إحنا لو دخلنا على ملف الأجور هو كان ملف صعب جداً ومتشابك بشكل كبير جداً إحنا كان عندنا في مصر نظام أجور من أسوأ الأنظمة اللي موجودة في العالم ليه؟ كل حاجة فيها كانت مفيش شكل عام لمسألة الأجور تقدر تمسكه كانت المسألة مرتبطة بإيه؟ المجموعة دول قوية وهي يعملون لنا مشاكل يعملونه من نظام خاص المجموعة دي مش عارف إيه يعملونها إيه يعني الجهاز الإداري للدولة كان فيه أكتر من أو يعني أكتر من نظام أجور موجود فيه الهيئات الخاصة فيه الموازنات الخاصة فيه مش عارف اللي بياخده من أحل اللي بياخده إيه فكان لابد من إيجاد صيغة لتقريب يعني نظام الأجور بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة وكذلك ينطبغ على قطاع الأعمال والخطاعات الأخرى فبتهد الدولة تحط قانون الخدمة المدنية قانون الخدمة المدنية ابتدى يعمل مثلا الدرجات الوظيفية وابتدى نظام الحد الأجنى للأجور وابتدى كل درجة وظيفية يبقى ليها حد أجنى للأجر ده خلق يعني زبط موضوع الأجور بقى إلى حد كبير بصراحة يعني النهاردة مسألة الحد الأجنى للأجور لكل درجة وظيفية قربت المسافات ما بين كل الأطراف ده بالإضافة اللي ان احنا زودنا الحد الأدنى للأجور من يعني 2017 لغد دلوقتي 8 مرات تبقى لحلقة التضخم اللي كانت موجودة فكان كل شوية بيزيد ويمكن الزيادة الأخيرة كانت أكبر زيادة في تاريخ مصر اللي هي تم زيادة الحد الأدنى للأجور من 3,500 جنيه 6,000 يعني 2500 جنيه مرة واحدة دي كانت بالنسبة يعني دي لينة الأخيرة دي طفرة كبيرة جدا في مسألة احنا بدأنا من كام لو وصلنا لكام تعريبا يعني احنا بدأنا كان 1200 جنيه كانت الأول قبل 2011 كانت حوالي 125 جنيه بعد كده 1200 جنيه ومن 1200 جنيه كانت الانطلاقة يعني زادت بها 8 مرات لغاية ما وصلت لغاية 6,000 جنيه دلوقتي فالمسألة احنا عندنا كم عمل في مصر معلش احنا عندنا كل الإجمال العمالي حوالي 30 مليون عامل 30 مليون عامل في الحكومي والخاص يعني خمسة مليون او خمسة مليون لا شوية في الجهاز الإدارية الدولة واقل منهم شوية في الحقيقات والمؤسسات الاقتصادية واقتال عمال عام يعني 700-800 ألف الباية كله اقطاع خاص القطاع الخاص ده منقاسم برضو أقسام فيه عمالة غير منتظمة وفيه اقطاع خاص اللي هو شغال في شركة أولياء وله رب عمل وكده يعني فبس لكن حجم العمالة تقريبا تقريبا حوالي 30 مليون عامل ودول بيستفيدوا كلهم من الزيادات الزيادات يعني كل شيخ ولي طريقة الجهاز الإداري للدولة الرئيس هو من يقرر للعملين في الجهاز الإداري للدولة العاملين في قطاع العمال العام والقطاع العام الوزراء المختصين بقيت بقى في القطاع الخاص المجلس القومي للأجور كل فيها من دول بيحدد لها مسؤول طبقا اللي بيحدده القانون يعني طبقا اللي ما يحدده القانون كان عندكوا تحدي مع مجلس القومي للأجور وذلتوا مجهود عشان قطاع الخاص وصلتوا إيه للجزئية هذه احنا القطاع الخاص تم إقرار حد أدنى للأجور من حوالي شهر تقريبا إنه هو يبقى 6000 جنيه احنا عندنا القطاع الخاص ده متقسم أربع أجزاء فيه جزء بيدي مرتبات أعلى بكتير من مسألة إيه للأجور عندنا فيه جزء بيلتزم بكلام الحكومة تقوله عشرة يدفع عشرة خمسة يدفع خمسة ما عندهش مشكلة بس اللي تقوله الحكومة بينفزه عندنا جزء بيتحايل وجزء آخر ما عندهش قدر احنا مشكلة ما عندنا المشكلة دايما بتبقى مآخر اتنين اللي هو التالت اللي هو ما بيحبش يدفع ده يعني دايما ده بتتبعه لجان التفتيش اللي هي تتبع للوزارة القوى العاملة لأن القوى العاملة فيها اللجان أو مدريات القوى العاملة على مستوى الجمهورية بيبقى عندها لجان ما يسمع بلجان التفتيش مفهول نسبتهم كبيرة دول نسبتهم كبيرة في تقديرك يعني يعني معقول يعني معقول سمعنا بتوصل من 17 عشير في المية معقول بس دي نسبة كبيرة ما دول لازم يعني يعني ايه المهمة المفروض اللي جان دي بتقدم تقارير للمجلس القوم اللي هو عن الفئة اللي هي يعني هي بتراجع طبعا المفروض ان انا بحدد من خلال برجعتها الاخر تلات موازنات بشوف الوضع الاقتصادي بتاعهم ايه لو لقيت ان هو ما عندوش قدرة بقول ما عندوش قدرة طب عنده قدرة مش عايز يدفع المفروض طبقا الكتاب الدوري الصادر من مزارة القوال عاملة ان الراجل ده بيتعرض لغرامة قدرها من مية لخمسمائة جنيه وتتعدد بعدد العمال يعني ايه لو الف عامل في المنشأة نضرب قيمة الغرامة دي في عدد العمال طب وفي حالة الاسرار تتضاعف الغرامة مرة اخرى طب ده في حالة بروي التفتيش طبعا اه طبعا لكن طبعا والتفتيش ما ممرش انا كاعامل بقى اروح متضرر اعمل ايه اروح اشتكي لانقابتك النقابة المسؤولة ليك او روح في المجلس القوم اللي جور في لجنة بتسمى لجنة الشكاوى او تشتكي لمدرية القوال عاملة بس احنا دايما بنقول للعمال بس يخافهم الفصل التعصف اه احنا بندايما بنقول للعمال ايه روح للنقابة النقابة مش هتقول اسمك اه ايوه النقابة ايوه مش هتقول اسمك اسمك فعشان كده ايه يعني لان احنا برضو بنخشى من بعض الناس يعني فيه وقائع كمان يعني فيه وقائع ان الناس بتتفصل طبعا فيه ترسه ده احيانا طبعا وبالتالي وبالتالي احنا بنقول للناس روحوا النقابة طيب الوضع التالت بقى للناس مش قادرة يعني مش قادرة تدفع بس ده لازم يكون مشترك في النقابة ولا بصرف النظر يعني مش مشترك وروح تنقابة لا 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 مفيش مشكلة احنا كمان عندنا يعني مثلا بتبقى عندك مفاوضة جامعية العامل مش مشترك عندك بس شغال في نفس التصنيف لابنبقى عند المحمد بتاعنا يدافع عنه ما تدارش تقول ما ليش دعوة كلام سليم قصو ده ما بتدفعش مش عارفش ترك لا 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 انت بتدافع عن كل العمال اللي هم مش عاردين في نفس التخصص بتاعك طب الفئة بقى اللي هي مش قادرة تدفع دي تمام بابل يعني انت من حقك تهديم طلب من واحد يناير لغاية من واحد مايولاد 15 مايولاد تقول فيه ان انا مش قادر هدفع بيتراجع وراءك بيتراجع موقفك لو انت برضو مش قادر تدفع بيدوك يعني تأجيل في الدفع لكن لو مش قادر يعني لو قادر بيقول لك لأ انت لازم تدفع هو اللي بيقيم باس كان ده قادر ولا مش قادر اللي بيقيم لجنة الشكاوة طبعا لجنة الشكاوة يعني ممكن يقول انا مش قادر لكن لازم نلتبع في حصاها طبعا وما فيش حد لحد يملك يملك ما حدش يقدر يملك حتى ييعفي حد نهائي ام انت انا براجع عليك كل شواء لو لقيتك قادر على مسألة الدفع بقى يفرض النهاردة حضرتك جيت وقلت أنا مش قادر وبعد شوية الأمر اتحسنت لجنة التفتيش قالت أن الوضع عنده بقى كويس لا يدفع لحد الأدنى الهجور يخش فالمسألة هي صعبة شوية لكن دلوقتي الاتفاق النهائي أنه خلاص من واحد كل مصر لحد الأدنى الهجور ليها ستة لفمينة ستل يعني خلاص سوية كل الأطراف كل أطراف العمل